وعلى الهدى للسائرين منائر وضحت معالمه لمن طلب الهدى فالنور لاح لكل من هو حائر فالنور لاح لكل من هو حائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر أدب وأخلاق وحسن تعامل حكم وأحكام وعلم وافر تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحى بسيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإهوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ونحن نقترب شيئا فشيئا من رمضان نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من أهل الصيام والقرآن إنه سميع مجيب الاستعدادات معناها أننا نأخذ بأشواط متزايدة من الشحن الإيماني والاختراب من الله سبحانه وتعالى وشعبان الشهر العظيم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله نحن قد انتهينا من ثلثي الشهر الآن سندخل في الثلث الثالث والأخير من شعبان فلنر الله من أنفسنا خيرا الاستعدادات لرمضان أنواع منها الاستعداد القرآني لشهر القرآن والقرآن هو كلام الله تعالى ووحيه ورسالته إلى خلقه وهو الهدى والنور والبلاغ والبصير والذكر والفرقان والموعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين القرآن أنزل في رمضان كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مدح الله شهر الصيام من بين سائر الشهور لإنزال القرآن العظيم فيه اختاره من بين الشهور لإنزال كلامه العظيم فيه قال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة قال ابن عباس أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام شهر رمضان فرصة عظيمة لنعود عودا حميدا للقرآن قراءة ودراسة وتدبرا وتعلما وحفظة وربما طال غياب بعضنا عن القرآن طيلة العام فقد جاءت الفرصة للعود والعود أحمد كيف نستعد لرمضان من الناحية القرآنية كيف نستعد لرمضان شهر القرآن من وسائل الاستعداد العزم عزما صادقا على الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك فإن الإقبال على القرآن هو ترك لهجره فالهجر أنواع هجر الإيمان به وهذا حال المشركين وهجر التلاوة وهجر الاستماع والإصغاء وهذا حال المقصرين والمفرطين فلو سألت بعض المسلمين ما هي آخر مرة قرأت فيها القرآن يقول لك ما قرأته من كذا شهر وبعضهم يقول من مدة كذا مصاحف في البيوت يعلوها الغبار كيف يعيش المسلم ويطيب قلبه وهو لا يتلو كتاب ربه ننثر الصحف والمجلات والروايات وكلام البشر ومواقع التواصل والتويتر والفيسبوك والإنستجرام والقيل والقال واليوتيوب والمقاطع والنصية والمرئية والمسموعة والقرآن كم نصيبه كم نصيبه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين طبعا من الهجر هجر التدبر هجر التفسير وهذا عند أكثر المسلمين مع الأسف ربما يقرؤون لكن ما معنى ما يقرؤون هل يعرفون تفسير الآيات التي يتلونها ما هو مراد الله من كلامه يا مسلم يا مسلم يا مسلمة ما هو مراد الله من كلامه يا مسلم يا مسلمة ما هو مراد الله من كلامه كيف تعمل بالقرآن وأنت لا تعرف معانيه كأنك تقرأ كتابا أعجميا فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن وعندنا هجر العمل وهجر التنفيذ والامتثال للأوامر أين الوقوف عند حلاله وحرامه لقد أنزل الله تعالى القرآن للعمل فإذا بالقرآن يصير عند كثير من المسلمين مجرد آيات تقرأ عند القبور وفي المآتم يعني يستعملونه حتى ليتهم يستعملونه حسب السنة عندهم الفاتحة مع أن الفاتحة تتلى في الصلاة الفاتحة أيضا في الاستشفاء الفاتحة هذه السورة العظيمة صارت عند بعض الناس مجرد تلاوة لميت وفي النكاح في الخطبة مع أنه لا دليل على قراءة الفاتحة في خطبة النكاح ولا عند الميت لكن تعال وقل صراط الذين أنعمت عليهم بعد قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم بعد قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين ما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك ولماذا قدم إياك على نعبد لماذا قدم المفعول على الفعل ماذا يفيد ذلك دلالة هذه الآيات على الأسماء والصفات على أنواع التوحيد الثلاثة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه الآية فيها هذه السورة فيها موعظة عظيمة بيوم الدين ومالك يوم الدين الرقيب علينا وقضية العبادة والاستعانة والدين عبادة واستعانة وحصر العبادة والاستعانة في الله إياك نعبد وإياك نستعين صار القرآن مع الأسف عند بعض الناس تصنع منه التمائم أحجب تعلق على الأطفال وفي مراية السيارة وفي البيت لأجل الحفظ كما يزعمون مع أن الحفظ يكون بتلاوته بتعويذ النفس بالمعوذتين هذا الحفظ أما مجرد تعلق ورق وحبر تعلق ورقا وحبرا ثم تقول يحفظني يحفظك هو سبحانه يحفظك بتلاوت كتابه يحفظك بالإيمان بكتابه يحفظك بالعمل بكتابه يحفظك بالاستشفاء بكتابه يحفظك بالمعوذتين العظيمتين إذا حصنت بهم نفسك حتى طريقة التعويذ والتحصين عند بعض الناس غلط يريد تحصين بدون تعب حط القرآن تحت الوسادة علقه في المحل علقه في المراية علقه في البيت تعليق كذا تبرك عام لكن افتح وإقرأ وافهم معناها تحصن به هذا مع الأسف يا إخواني هنا المحاسبة ماذا فعلنا نحو كتاب الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة يعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وكنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ثم عندنا هجر خطير وهو هجر التحكيم والتحاكم هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه في شؤون الدنيا والنزاعات والخصومات لابد أن نعتقد أن أحكام القرآن تصلح لهذا الزمان ولكل زمان هذا الكتاب ما فرطنا في كتاب من شيء فيه كل شيء فيه أحكام كل شيء وإذا ما كان بالنص فبالقياس على ما فيه وبالاجتهاد والاستنباط بما فيه وهذا فائدة العلماء هذه فائدة العلماء لكن تنحية الكتاب كتاب الله عن الحكم اتهام الشريعة بالضعف والقصور الذين بدلوا وغيروا أزالوا حكم القرآن وجعلوا قوانين وضعية ثم بعضهم يعدلوا عن القرآن إلى غيره من شعر وغناء ولهو وثرثرة وإعجاب بكلام الناس وبعضهم يهجر الاستشفاء سابعا هجر الاستشفاء والتداوي به نطلب أحيانا يعني نطلب الشفاء ونذهب إلى المستشفيات والأشخاص والأطباء والأدوية وننسى هذا ما يعني نكمل نكمل العلاج بالشيء العظيم هذا اذهب للطبيب واخذ الدواء واعمل التحليلات وافعل بالأسباب افعل الأسباب لكن لا تنسى وننزل من القرآن ما هو شفاء ومع الأسف بعض الناس بعض المسلمين يلجأون إلى السحرة والعرافين والدجالين والكهان والمشعوذين ورهبان النصارى يعني يطلبون منهم الدواء والعلاج يا أخي عندك كتاب عندك كتاب ربك عندك كتاب ربك استشفي به سواء من أمراض القلبية يعني نفاق شكوك شبهات حقد حسد بغضاء أو وساوس وساوس الشيطان الوسواس القهري الأمراض النفسية والأمراض الجسدية أيما كانت هذه الأمراض الجسدية القرآن نفع عظيم طيب نحن الآن على مقربة من رمضان نريد أن نعرف ما هي التذابير التي نتخذها لأجل أن يكون للقرآن النصيب العظيم منا في رمضان ونحن على مقرب منه حتى في هذه الأيام ونحن في السنة القبلية قبل الفريضة هذا ما سنعرفه بعد قليل إن شاء الله فاصل ونواصل يستعد أصحاب التجارات لاستقبال مواسم التجارة بأتم التجهزات طمعا في تحقيق أعلى الأرباح والمؤمنون يستعدون لاستقبال رمضان ذلك الضيف المبارك الميمون بأنواع العبادات فيكثرون من الصيام في شعبان استعدادا لصيام رمضان وبالتوبة النصوح والتخلص من الذنوب ورد المظالم إلى أهلها والتسامح والتصالح وتصفية الخلافات وحل النزاعات حتى نكون أهلا للمغفرة وتعلم أحكام الصيام وآدابه ومبطلاته وما يجوز وما لا يجوز للصائم حتى نصوم صياما صحيحا والتخلي عن المشاغل قدر الإمكان حتى نوفر الوقت للعبادة في رمضان وقد كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن إنه فرصة عظيمة للتخلص من العادات السيئة وتعزيز الأخلاق الحميدة قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الحمد لله تفريغ الوقت للقرآن يعني كل شيء من مضيعات الأوقات أو من ما تنقضي فيه الأوقات بأمور من الدنيا يمكن أن نخليها للقرآن لا بد أن نفعل يعني مثلا المبادرة بالشراء ما نحتاج إليه في رمضان حتى ما نقضي الليالي الفاضلة وأوقات القرآن العظيمة حتى ما نقضيها صفقا بالأسواق مسألة توطين النفس إننا لا نريد من رمضان أي شيء مما يسمى ب مسلسلات رمضان وفوازير رمضان وإلى آخره مما يريد أعداء الله تفريغ محتوى رمضان وإلهاءنا عن العبادة في رمضان به من الأشياء السيئة التي تفعل يعني استعدادات بماذا؟ بأشياء من ترهات وسفاسف الأمور والباطل بل أمور محرمة يريدون إشغال المسلمين بها عن رمضان النساء مثلا يمكن إعداد أنواع من الأطعم الآن وجعلها في هذه الثلاجات وهذه المجمدات حتى تكون جاهزة في رمضان وما في داعي لربة المنزل أن تقضي يعني الوقت الطويل جدا في المطبخ تلتهي به عن العبادة وكذلك يوم منظم يعني ما يكون فيه نوم طويل يلهين عن الطاعة كيف نحافظ على الصلوات يعني صلاة الظهر والعصر من أكثر الصلوات التي تضيع في رمضان كيف نفكر الآن يعني جديا بخطة لعدم فقد أي صلاة فريضة يعني كل صلوات رمضان غالية وكل صلوات العمر غالية كيف ما يضيع علينا لا ظهر ولا عصر ولا غيره كذلك إعداد المساجد لرمضان إعداد المساجد ربما تحتاج إلى صيانة وإصلاح تكييف وتنظيف الفرش أو تجهيزها أو المصاحف أو المياه إلى آخره جاء عن علي رضي الله عنه أنه خرج في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى في المساجد فقال نور الله لك يا عمر بن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن نورت مساجد الله بالقرآن الأجواء الرمضانية التي تستقبل المسلم في شهر القرآن وقد فكر جيدا كيف سيختم وأكثر من مرة يعني مثلا بعد أذكار كل صلاة أو بين الأذان والإقامة يعني لو فكر في استثمار بين الأذان والإقامة بالتلاوة القرآن ستكون فكرة ممتازة جدا 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 استثمار استثمار الوقت بين الأذان والإقامة يعني نحن يا أخوان عندنا خمس صلوات وقل أربعة حتى يعني نكون واقعين في صلاة المغرب يعني بعض الناس يقول صلاة المغرب هذه بين الأذان والإقامة لا تحسبها أكل طيب عندنا أربعة صلوات الفجر والظهر والعصر والعشاء ممكن ممكن نجعل بين الأذان والإقامة في الفجر والظهر والعصر والعشاء تلاوة قرآن عندنا لنفترض بين الأذان والإقامة عشرين دقيقة في هذه الصلوات الأربع ولو أخذنا قلنا ربع ساعة ربع ساعة في أربع صلوات يعني عندك ربع ساعة من الأذان والإقامة أربع مرات يوميا معناها يطلع عندك ساعة تلاوة كاملة هذه يعني ساعة تلاوة كاملة ممكن تنهي فيها جزءا بالتلاوة السريعة في كل صلاة إذا كان عندك مراس تستطيع أن تنهي جزءا في ربع ساعة ولنقول إنك أنهيت أقل من جزء لكن ما هي النتيجة أنه عندك ثلاثة أجزاء من القرآن إلى أربعة بين الأذان والإقامة في الصلوات الأربعة يوميا إذا أنهيت ثلاثة أجزاء يوميا باستثمار فكرة بين الأذان والإقامة معنى ذلك أن يكون عندك ثلاث ختمات تستطيع أن تقرأ يوميا ثلاثة أجزاء بين الأذان والإقامة في أربع صلوات كم تنتهي الختمة معك في عشرة أيام هذا إذا فرض أنك ما قرأت شيئا في وقت آخر يعني ما قرأت بعد الصلاة ولا في الليل فهذه يا إخوان خطة لقراءة القرآن ثلاث مرات في رمضان باستثمار ربع ساعة بين الأذان والإقامة في أربع صلوات هذه خطة عظيمة يا ليت يا ليتنا نحرص عليها تلاوة كتاب الله هي التجارة الرابحة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضلي إنهم غفور شكور كل حرف حسنة من قرأ حرفا من كتاب الله فلو بي حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف الحرف ولا منحرف وميم حرف القرآن يشفع لقارئ يوم القيامة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة العمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان سحابتان تظلان صاحبهما في حر الموقف والشمس تدن من الخلائق أو كأنهما فرقان من طير صواف واقفة على الصف باسطة أجنحتها متصلا بعضها ببعض تحاجان عن أصحابهما أي تدافعان رواه مسلم هذا القرآن يرفعك الله به درجات يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قارئ القرآن الماهر فيه مع السفر الكرام البررة ما أعظم الشرف الماهر بالقرآن مع السفر الملائكة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يتردد لسانه لضعف حفظه أو عدم فصاحته وقدرته على النطق وهو عليه شاق له أجران طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألق الله أكبر يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلق وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرق هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقة اللهم اجعلنا من أهل القرآن أبو شيماء من المغرب تفضل فضيئة الشيخ لقد تقدم شاب لفترة ابنتي فأخبرني أنه شار بيتا بقرد رباوي سيؤديه بتقصيد على مدة 25 سنة ويقول أنه نادم على فعليه وأنه تاب وهذه حالة الكثير من الشباب اليوم مع القرد رباوي سؤالي فضيئة الشيخ هل أنا آتم أو ابنتي كذلك إن ثم أتزوج والسؤال الثاني من فضلك جزاك الله أخيره إن لحظة يا خير هل هو ملزم أبو شيماء الأداء أبو شيماء جد بسيطة أقول لا تأثم إن شاء الله إذا زوجته خصوصا إذا تاب الرجل يعني أنت الآن استقبل هذا الشاب إذا كان فيه خير ومحافظ على الصلاة يراعي أحكام الله وانصحه بالتوبة مما فعل فإن تاب وعزم أن يخرج من العقد المحرم بسرعة بأسرع وقت يخرج من العقد المحرم ويسدد على الأقل هذا راس المال يسدد راس المال وهو الأصل لأنه أصلا ما الزيادة غير جائزة المهم أن يخرج عقد المحرم بسرعة فإن شاء الله لا تأثم بتزويجه السؤال الثاني سيد الشيخ من صدلك طريقة تسديد كيف هل يعيش عيشة الفقراء حتى يمكنه توفير آخر كرش لتسديد أو يعيش عيشة هادية ويكفيه في قدر الممكن من أجل السدد بالقدر الممكن بالقدر الممكن يا أخي لا الآن إذا تاب إلى الله الشرع لا يطلب منه أن يعيش عيشة الفقراء يعيش عيشة يستغني بها عن الناس ولا يمد يده لأحد وما توفر يخرج به من العقد المحرم حياك الله عمر تفضل يا عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك يا شيخ شون صفتك حياك الله أهل وسهلا أهل وسهلا تفضل أنا من العراق عمر من العراق أحيي تناسكم الموقرة وأنت قلت يا شيخ الصلوات أربعة وهي الصلوات خمسة يا أخي أنا قلت بارك الله فيك أنه هذه الآن نقدم خطة لإخواننا وأخواتنا في كيف يختم القرآن ثلاث مرات في رمضان باستثمار الوقت بين الأذان والإقامة قلنا لو استثمر بين الأذان والإقامة في الصلوات الأربع الفجر والظهر والعصر والعشاء قلنا لأن المغرب الناس حتى نكون واقعيين ما عندهم وقت بين الأذان والإقامة في المغرب غالبا لأنه وقت إفطار وأكل ولذلك قلنا لو أخرجنا صلاة المغرب من الحسبة لأن الوقت بين الأذان والإقامة يذهب غالبا في الطعام فبقي عندنا أربع صلوات كل صلاة ربع ساعة لو استثمرنا فيها قراءة قرآن يصير عندنا ساعة تلاوة يوميا ساعة تلاوة يوميا ممكن تنهي فيها ثلاث أجزاء معنى ذلك تنهي القرآن ثلاث مرات في رمضان فإذا الصلوات خمسة هذه لا إشكال في ذلك بس نحن قلنا لاستثمار الوقت في الصلوات الأربع حياك الله حسن من سوريا تفضل السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أمرأتي جابت جديد أنجبت طفل والطفل عمره خمسة عشر يوم فعليها يومان من رمضان الماضي سنة الماضية عليها يومين هل يجوز أن تقضيهم في شهر الشعبان؟ نعم لا حرج لا مانع الآن تبادر تبادر القضاء الآن قبل رمضان شيخ سؤال ثاني في عندي الطفل هذا صلوا شيء أسبوع في المشفى يعني هل يجوز أني أقرأ عليه القرآن فوقه أو جنبه أقرأ القرآن؟ نعم نعم أقرأ عليه الفاتحة سبع مرات وإقرأ عليه قلو الله أحد ثلاثا قل أعوذ برب الفلق ثلاثا قل أعوذ برب الناس ثلاثا وانفث عليه بعد القراءة بنفس نفس بعد التلاوة تنفث عليه بعد التلاوة هذه رقية عظيمة الفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا ونسأل الله لابنك الشفاء ولمرضى المسلمين أم سليمة من إسبانيا تفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله بركاته يا شيخ أنا عندي سؤال مهم هنا أنا كنتكلمتك في الحلقة الماضية بأننا عندنا مسجد هنا وهذا المسجد في السنوات الماضية أعطتنا الدولة ونحن بنيناه على عرض بالإسبان هي عرض ليست لنا والآن أنا أجري لكي أأخذ لأججله وأحفظه هل هذا العمل لحظة رحظة أنتوا بنيت المسجد تريدين أن تفعل ماذا تفعلين تريدين ماذا التشجيل والتحفظ لأن هذا المسجد بنيناه أعطته لنا العندة العندة القديم والآن كنا نحن بنيناه بغير طريزاسيو بنينا عشوائي والآن عملنا الهندسة وكل شيء والله سبحانه وتعالى تخرني المحامي وأنا الآن أجريه بشي يكون عنده الأوراق المطقو باسم جمعية مسجد النور هل هذا العمل الذي أعمله يسمى صدقة جارية؟ نعم نعم إن شاء الله يسمى صدقة جارية لأنك تسعين إلى إنقاذ هذا المسجد الذي بني كما تقولين بطريقة عشوائية ويحتاج حتى يثبت إلى تسجيل وتوثيق وسستعينين بمحامي وتدفعين له المال لتسجيله وتوثيقه وتثبيته حتى يبقى مسجدا ولا يزال لأنه لو بقي عشوائيا أو بني بغير تصطريح يمكن أن يزال فنحن نريد أن يبقى المسجد مسجدا أن يبقى وقفا وفي الإعانة على ذلك أجر عظيم إن شاء الله وهذه من الصدقات الجارية سعاد فضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الشيخ بارك أنا مدارة في المسجد الشيخ ندرس أحكام الترسيل وتفضيط كنت درس يعني دون أجر وأنا ما عندي زوج وعندي أولاد وفيهم المرضى فطمت يعطونني أجر فقيل لي أنه لا يجب هذا الصحيح طيب لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتجويده لأن هذا التعليم العمل مباح بل هو أكثر من مباح فيجوز أخذ الأجر عليه والملاحظ أنك لا تأخذين الأجر على عبادة بينك وبين الله يعني لا تأخذين أنت الأجر على التلاوة بذاتها حرام أخذ الأجر على التلاوة بعض الشحاذين يقف عند باب المسجد ويقرأ ويمد يده هذا هذا حرام أخذوا حرام يشترون بآيات الله ثمن قليلة لكن أخذ الأجر على التعليم والتحفيظ شيء آخر التعليم والتحفيظ منفعة للغير تعليم للغير وتحفيظ للغير ومنفعة للغير فلا بأس أن يكون هذا التعليم وهذا التحفيظ بأجره أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله من جهة التعليم والتحفيظ وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم رجل ما يحفظه من القرآن لزوجته مهر زوج ملكتكها بما معك من القرآن يعني تعلمها إياه إذن يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا جعلا يأخذ عليه أجرة بخلاف أخذ الأجرة أو أخذ المقابل على العبادة التعبد بينك وبين الله بالتلاوة هذا حرام إذا ما تأخذ مالا على الصلاة ولا تأخذ مالا على الصيام ولا تأخذ مالا على الاستغفار ولا تأخذ مالا على التلاوة ولا تأخذ مالا على الدعاء تأخذ المال على التعليم منفعة الغير وأظن هذا واضح إن شاء الله محمد من سودان أيوة نعم تفضل يا أخي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الشيخ؟ حياك الله أهلا تفضل تفضل إن شاء الله طبعا يا أخينا والله في ليبيا جاءت في ليبيا ولدي نزوج والولي إحرام وطني يا دليلتما تجبرت الزواج مغي طيب لعلك يا محمد ترسل السؤال على رقم البرنامج لأننا ما لحقنا أن ندركه نصيرات فضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته واهل لدي دير رمضان ومضى عليه الحول ومبعد صمته ومبعد صمته ولكن عبيتش عليه الدرام عبيتش عليه الفلوس طيب هذا كان من رمضانات قديمة ولا من رمضان الماضي سيد الساقير لكن جمعت هذا المبلغ وقلت نروح نحاول سيد الفقاراء ونعطيه لهم لا يا نصيرة هذه الأيام هذه الأيام الأيام هذه لصمتيها القضاء هذه من رمضانات قديمة ولا من رمضان الماضي فقط لا فات عليها ست سنوات خلص إذن عليك القضاء والتوبة من التأخير إذا كان ممكن القضاء ما قضيتي ووجبة طعام وجبة طعام وجبة غدا وجبة عشاء عن كل يوم تعطي واحد مالا يشتري فيه وجبات يوزعها على فقراء وجبات غدا وجبات عشاء يوزعها على الفقراء بعدد الأيام التي عليك بالإضافة للقضاء مع التوبة الأخ عبد الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته يا شيخ الله احفظك مسألة الصلاة ومسألة الصيام لو سمحك أيوة الأولى بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر اللهم أن يأسلك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا هل هذا الحديث صحيح وعملا متقبلة طيب تسمع الجواب جيد تسمع الجواب إن شاء الله السؤال الثاني في الصلاة في صلاة المغرب في الركعة الثانية الإمام أثر في أول الفاتحة ثم تذكر أنه في المغرب ثم جهرت هل عليه سجود سهو أم لا يستحب ولا يجب جزاك بخريش حياك الله حياك الله يا أخي الأخ محمد من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك يا شيخ نحبك في الله حبك الله يا شيخ عندي سؤالين تضل السؤال الأول يعني هناك أناس يعني يتاجرون في المخدرات يتاجرون أيوة فمن أومنهم يعني من يزرعونها كزرعي يعني الشاعير والقنف كل سنة أيوة ما تسمعون يا شيخ أيوة ويأتون بالعمال يعني أهدمون عندهم ويعطونهم يعني أجرتهم فما أخذوا يعني حكم أن يأخذوا الأجرة على هذا العمل باركا ما أفعل لكن لحظة العمال ماذا يفعلون يا أخي يعاونونهم يعني في الأجرة يخدمونهم بالأجرة يخدمونهم في الحرام في المتاجر بالمخدرات ولا في شيء آخر نعم نعم إيش يعني يأتون بعمال يساعدونهم في التجار والمخدرات يساعدونهم يزرعون ويحصدون معهم هذا هو العمل يعني يزرعون هذه المخدرات هذه النباتات التي يؤخذ منها المخدر طيب هذا حرام هذا حرام والمساعدة عليه حرام وزرعه حرام واستحصاده حرام وتخزينه حرام استخراجه حرام هذا حرام النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة والمخدرات أسوأ من الخمر المخدرات أسوأ من الخمر النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر العاصر والمعتصر العاصر والمعتصر وهؤلاء الذين يزرعون العمال يزرعون لهم مخدرات ويحصدونها لهم ويحفظونها لهم خزنوها لهم وفي أعمليات استخراج من النباتات استخراج بعد ذلك كل هذا حرام في حرام الإعانة على الحرام حرام قال الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان نسأل الله السلام والعافية محمود بن اليمن محمود سعد بن الكويت السلام عليكم السيدنا الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أخي أبعد الله عننا وعنكم كل مكروه والفتن آمين كل مكروه تفضل سيدنا الشيخ بالنسبة للفائدة البنك وأرباح البنك إذا كانت ربع هل يجوز أن أتصدق بها على الفقراء والمساكين يجوز أن تتخلص منها للفقراء والمساكين ما نقول نتصدق لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا بما أنه مال حرام فهذه شأنها يا أخي سعد التخلصوا وليس التصدقوا فنحن نتخلص منها بإعطاء الفقراء والمساكين نعم جزاك الله خير على حرصك أبو أيمن تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على الحبيب النبي حكم من يقول لأخيه يا كافر أو يا منافق أو يا عدو الله وما إلى ذلك أريد أن أسمعك بارك الله لا يعني هل هو منافق فعلا وعدو لله فعلا هو يعني خلاف شخصي أو خلاف يعني خلاف شخصي خلاف شخصي طيب نسأل الله السلام خالد فضل يا خالد تسمع الجوام شاء الله يا أبو أيمن خالد فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حبيت أسألك الله يخليك عن بعض الناس يهون في أمر الصغائر ويقول بأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وقوله الحق إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومدام وعد الله بتكفير السيئات فالمعاصية غير الكبائر أمرها حيا بنص هذه الآية بوعد الله تعالى هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما رأيك في كتاب شرح مختصر الروضة للشيخ الطوفي وهل عنده نوع من التشيع؟ طيب طيب إذن تسمع الجواب في الذين يهونون الصغائر ويستدلون بالآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكذلك هل على شرح مختصر الروضة للطوفي ملاحظات نايف تفضل يا أخي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبك بالله يا شيخ أحبك الله أنا أولا ما عندي سؤال لكن طلع عمرك بك تدعيلي بالهداية أسأل الله لنا ولك والإخوان المسلمين وأخواتنا الهداية وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور إنه هو الهادي اللهم اهدنا للحق واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلاة المستقيم يا إخواننا يا أخواتنا مع قدوم رمضان مشاعر المسلمين تتحرك والله القلوب تخترج النفوس تعتمل هذا موسم عظيم لله فيه نفحات الآن يعني فعلا يجب أن نقبل التوبة من الذنوب والمعاصي فيه ناس سادرين كان عندهم علاقات محرمة علاقات ببنات وبنات على علاقات بشباب وفيها فواحش ترتكب ويهي ناس تشرب الخمر وناس تستعمل مخدرات وناس والغة في الربا وناس تأخذ رشاوة وناس تسرق وناس في الغيبة والنميمة وناس شغالة في السحر والدجل والشعوذة أنواع من المحرمات ترتكب الآن هذا وقت خلاص متى إذا لم نتوب الآن متى نتوب متى نتوب العودة العودة صحح المسار طبعا في عندنا قضية ترك الواجبات أخطر من هذه فعل المحرمات جنس ترك الواجبات ناس ما كانت تتصلي ما هي منتظمة في الصلاة ما تطلع زكاة عالم ما حجت وي متمكن من الحج خلاص الآن التوبة والعودة والأوبة ربك يفتح الباب ربنا يفتح الباب يا بغي الخير أقبل يا بغي الشر أقصر فنجدد نجدد مع الله العهد نجدد مع الله العهد وإنا على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سجى من العراق تفضلي مرحبا يا شيخ أهلا وسهلا أهلا نعم شيخ بسر ويسألك هاي يجيز المرأة أن تشرب حب مانع مالدورة برمضان يعني حتى تصور ننصحها بارك الله فيك أن لا تفعل لأن هذه الحبوب المانع للدورة هذه الموانع للحيض ثبت طبيا ضررها وإن تلخبط الدورة وإذا نخبط الدورة تتلخبط العبادة فالترضى المرأة بقضاء الله وقدره وبما كتب الله عليها مثل أم المؤمنين عائشة وغيرها من نساء المؤمنات والمؤمنات وأمهات المؤمنين الأول ما بحثنا عن أعشاب ولا أشياء تمنع ولا أشياء وإنما رضض بقضاء الله لما ينزل الحيط تمتنع ثم تقضي بعد ذلك وأجرها كامل والحمد لله فإن هذه الموانع ثبتا أنها تسبب الطرابا تطول المدة وتلخبط الدورة وتتقطع وتجي ولذلك ليش تلعب بالهرمونات ليش اللعب بالهرمونات التلاعب بالهرمونات هذا يسبب مشاكل ولذلك خلص هي رضاها بقضاء الله عبادة في أجر والله العظيم والله المرأة لما ترضى بقضاء الله إذا نزل الحيط أن تفطر أنها مأجرة على ذلك ماذا تريدين أكثر من هذا يا أية المرأة المسلمة إذا نزل دم الحيط في رمضان وأفطرتي ورضا بقضاء الله فأنت مأجورة على ذلك وأجرك كامل أجرك كامل والحمد لله أبو محمد من مصر أيها السلام عليكم وعليكم السلام وإطلاق بركاته إيزاك شيخ محمد الله يحييك يفحالك حياك الله السؤال عندي يقول أنا زوجتي موظفة وأنا مش موظف أيه بشتغل شغل برعادي سواء على عربي يقف دكان أي حاجة والمصروف ما بكفيش دخلي ما بكفي أيه فهي عندها ذهب حوالي 120 جرام ذهب أيه فهي أريد أن أعرف كم جرام ذهب الذكاء بيطلع عليه قدير ماشي شيخ أيوة 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 وخالي أجوز أن أتذك علي لأن أنا مصروف ما بكفيش البيت طي 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 طيب تسمع الجواب إن شاء الله حياك الله فؤاد من الجزائر ألو السلام عليكم عليكم السلام وإطلاق بركاته بارك الله وفيد شيخ ربي جزيكم خير في الله شيخ عندي سؤال فيما يخص حكم الاستماع إلى القرآن الكريم أثناء قيادة في السيارة حكم إيش طيب أن أستمع إلى آيات الشجود وضع الشجود لحظة لحظة فؤاد 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 ما حكم ما حكم أعد ما حكم عند ورود آيات الشجود طيب سجدة التلاوة لا فذلك أثناء القيادة طيب لحظة لحظة فؤاد فؤاد أنت تقرأ أنت تتلو ولا من المذياع والمسجل لا أضع شريط قصة في المذياع أستمع القرآن أثناء القيادة طيب طيب شريط من شريط مسجل طيب 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 حياك الله حياك الله تسمع الجواب من سمع من سمع آية فيها سجدة من مذياع من مسجل هل يسجد هل يشرع له أصلا يسجد بغض النظر هو في السيارة ولا ما هو في السيارة هل يشرع له أن يسجد سجدة التلاوة أم أنه لا يشرع له إلا إذا كان يسمعه من شخص يقرأ حيا وهل هذا الشخص الذي يقرأ حيا يقرأ لك ولا لحتى لو كان شخص بعيد يقرأ لغيرك أو يقرأ لنفسه وليس لك متى يشرع سجود التلاوة للمستمع متى من يسجل يتلو من واحد معه في حلقة من جاره الذي يقرأ من إمام مسجد من الحرم حتى لو كان منقول على الهواء متى يشرع سجود التلاوة نسمع التفصيل في ذلك إن شاء الله أم حمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي سؤال نعم عندي خالة من أربعين سنة زوجة جبلها طفل لقيب وهي ما تخلف وربته ونسبه لهم بإسمه وبس وتوفر زوجة توفى من 15 سنة ما علموا الطفل ولا أحد يدري إلا أخوانها وأخواتها بس ودحان لها شهر توفى في بيقولوا لنا الناس إنه لازم عليها كفارة جنب عليها إنه ما علمتوا الناس ولا الولد يعرف إنه هذولا مو أهله طيب طيب فعليها جنب ولا ما عليها جنب طيب تسمعين؟ إسمنا اللي بنخرج لها هي كفارة طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله طيب الأخ فهد فضل إفاد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عندي شؤالينا الأول أخوي توفى الله يرحمه عليه قرض من بنك الراجعي من قارب 40 ألف نعم ما أدري يا شيخ هل يفقد مع الدين هذا أو ينشدد الحنم والبنك أسراً رح ناله عشان يسبطون القرض قالوا إذا الوراء في القرون نشددون فنشددون القرض اللي عليه طبعاً الوالد الحمد لله يملك مبلغ من المهن لكن ما نملك بيت أو شيء كذا علشان المبلغ هذا جمعين عشان نشتري بيت ولا يتفري أصلاً نشتري شيء بس ما أدري هل نشدد أو ما نشدد طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله طيب يا شيخ سؤال ثاني نعم بالنسبة للحج في حملات ألفين مثل حملة الراجعي أو شيء كذا يشترطون أن يكون الحج أول مرة له طبعاً يا أخوي توصل الله يا رحمه ما حج وهل يجوز النبوي يقضي عن طريق الحملات هذه مع النبوي يقضى فرضاً إي يعني هم يا أخي لما يقول لك الحج لأول مرة ألا يشمل هذا الحج عن الميت اللي ما حج أنت الآن هذا هو سيحج عن ميت ما حج أصلاً سيحج عنه لأول مرة أيوة أيوة يعني حج ما أدري هذا كلام الشروط اللي عندهم وأبوك أو غيره لما يحج مع هالحملة هذه عن أخيك اللي ما حج إنما يحج عنه حجة الإسلام ولذلك فهو داخل في شرطهم إن شاء الله حياك الله يا أخي أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية وهو ما يعادل ثلثة إنتاج العالم من الطعام ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب750 مليار دولار في كل عام هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليون من الجائعين يوميا وصدق من قال ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها تسعة عشر مليارا من الدولارات في كل عام ودولة أوروبية أخرى تهدر مئة طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن ثمانين بالمئة من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام قال تعالى وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين فثم تدول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف ثم دارت الأيام واشتهرت بالمداعة والقحت فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام وأن نأتي به على قدر الاحتياج وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطه للمحتاجين بعد أن نغلفه وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان ففي كل كبد رطبة أجر ولنتذكر دوما قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أسلمت عندما كان عمري أربعة عشر عاما بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولى ثم بفضل موقعكم عدتوا إلى الله نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين خمسة وخمسين مليون وأربعمائة وثمانية آلاف ومائة وتسعة وثلاثين زائرة من أكثر من مائتي دولة وكان عدد الزيارات أربعة وتسعين مليون وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ومائة وثلاثة وسبعين زيارة وكان عدد الصفحات المستعرضة مائة وخمسة وأربعين مليون وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وثلاثة وستين صفحة وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك ستة ملايين متابع بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر مليون متابع مع ترجمة الفتاوى لست عشرة لغة لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها فيه نشر الإسلام في أرجاء الأرض تصحيح صورة الدين الحنيف تعليم المسلمين أمور دينهم تصحيح العقيدة والعبادة الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لآئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث فالحمد لله على نعمه ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرحبا بكم مرة أخرى ونتابع الأسئلة التي جاءت إلى البرنامج يقول السؤال فوزية من العراق يقولون إذا قرأت سورة البقرة يوميا مرة قبل المغرب خلال أربعين يوم ويطلب من الله طلب يستجاب له ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل من الكتاب أو من السنة؟ ما هو الدليل الصحيح على أن من قرأ سورة البقرة قبل المغرب يعني هناك تحديد لاحظ التحديد الأول ما هو التحديد الأول؟ سورة البقرة التحديد الثاني قبل المغرب التحديد الثالث أربعين يوم هذا التحديد في العبادات حق لله لا يجوز لنا التعدي عليه فمن شرع للناس ما لم يأذن به الله سورة البقرة قبل المغرب ما بعد الفجر وما بعد الظهر ولا بعد المغرب قبل المغرب أربعين يوم ما هو عشرين ما هو تسعة وثلاثين هذا التحديد ما الدليل عليه؟ إذن تحديدات بدون دليل هذه قاعدة مهمة يا إخوان قاعدة مهمة هذه من حدده من حدده زمانا أو مكانا أو عددا أو هيئة في عبادة بلا دليل فهذه بدعة بعض الناس ما يستوعب خطورة الموضوع يقول يعني إيش فيها؟ يا أخي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ خطيرة 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 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وكثير من المنكرات الموجودة في بعض الطرق الصوفية وغيرها من هذا النوع مشكلتها من هذا النوع صيغة ما وردت عدد ما ورد تقييد بمكان بهيئة ما وردت ثم اتعبدوا بها انشروها اعملوها طبقوها إيش هذا؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فوردت قضية خطيرة البدعة البدعة خطيرة والمبتدع والذي يشرع للناس يشرع للناس عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وبعدين من قلة العبادات الصحيحة؟ يعني هل نحن محرومين يعني؟ يعني ما عندنا أعداد وصيغ في العبادات ما عندنا نصوص ما عندنا أذكار ما عندنا صلوات ما عندنا أنواع من الصيام كثير يا جماعة الله شرع لنا كثيرا من العبادات الحمد لله عبادات كثيرة ويلا انطلقوا أعمل واختروا يعني نفذ طبق فيعني يتركون المشروع ويذهبون إلى المبتدع غير المشروع لماذا؟ لغرابته كذا لأنه فيه يعني لأن الوضع الحديث المكذوب من قرأ كذا من قرأ ياسين أربعين مرّا دخل الجنة من جميع الأبواب وختم له بكذوى وخلق الله له طير يستغفر له كذا ألف ملك وهو هالمشكلة اللي يخترعون للناس يريدون إيقاع الناس في البدعة فيخترعون لهم أحاديث تحث على البدعة التي اخترعوها ترى هذا باب نشط فيه أعداء الله لتخريب دين المسلمين فيه خطة وراه فيه خطة وراها يعني ليست عملية بريئة صح بعض الناس يخترع جهلا وبعض الناس يروج الاختراعات في العبادات جهلا لكن ترى وراها أعداء لله في القديم والحديث يعني مثلا ما هي يعني فقط اعتباطيا وعشوائيا لا يقول زوجتي محترمة وقائمة في أعمال البيت بس إنها عصبية يا أخي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب ردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب بعض الناس عصبي ماشي في طبعه النرفز والحدة وحار وبعض الناس عنده سكر وعنده ضغط وعنده فينفعل لأجل مرضه كبير في السن ضاق به العطن ينفعل لكبر سنه عنده آلام ينفعل لآلامه لكن مع كل هذا مطلوب منه مجاهدة النفس مطلوب منه مجاهدة النفس لا تغضب وإذا كان قائما يقعد وإذا كان قاعدا يتجع وإذا كان يتكلم يسكت وإذا كان ويستعيذ بالله من الشيطان لأن هذا الغضب جمرة من إبليس أنت تصبر عليها وهي تجاهد نفسها يعني لابد اجتماع الأمرين يعني هي تجاهد نفسها وإنت تصبر عليها حتى تعيش معها وتعيش بها وتعيش معك وبعدين يعني إذا غضبت أسكت وإذا رضيت تكلم يعني في مسايسة مع الزوجة في مسايسة خرص إذا غضبت أسكت وراضيها إذا ما يعني هذا شيء يقع حتى بين الكثيرين يعني نحن بشر المغاضمات تقع علي وفاطمة رضي الله عنه ما حصل بينه ما شيء فعلي رضي الله عنه انسحب وراح للمسجد آثر الابتعاد عن مشهد الانفعال والزعل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بعد ذلك وبحث عنه أبا تراب ومسحه قم أبا تراب داعبه ولاطفه وصهره ورجعوا للبيت تحتاج المسألة إلى مسايسة حكما بعين كظم الغيظ مهم كظم الغيظ الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فعيش أو ظلموا أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر عاملين ليش كاظمين كظم الغيظ كظم الغيظ طيب أخ يقول احتاج إلى رقم الواتس الخاص في قضية خاصة كذلك أخت عندها أيضا قضية خاصة طيب لعله الآن يكون على الشاشة يكون على الشاشة الرقم الخاص رقم الخاص يظهر تقول الأخت إنها يعني أحدى أحدى السائلات وقعت في حرام وتابت إلى الله وتقدم لها شاب هل تصالحه بما وقع منها الجواب لا تستر نفسها من ستر نفسه وستره الله وتسأل ربها السلامة και العافية وتقول واسترعوراتنا ومن روعاتنا طبعا المعصية لها شؤم أحيانا شؤم المعصي يطارد الإنسان شؤم المعصى يطارد الإنسان والمعاصي لها آثار المعاصي لها آثار ليش يجب علينا أن نتقي المعاصي لأن المعاصي لها أثار ممكن والعياذ بالله أثارها يطلع عند الموت في سوء خاتمة وممكن يطلع فضيحة في الدنيا وممكن يطلع فضيحة في الآخرة وممكن يطلع أحيانا في الذرية والعياذ بالله لازم نتجنب سخط الله حتى ما يطلع سوء يعني ما يطلع نتيجة المعاصية ما تطلع نتيجة المعاصي عند الموت في سوء خاتمة ولا فضيحة في الدنيا ولا فضيحة في الآخرة ولا تطلع في الذرية لأن المعصية لها شؤم بعض الناس ما يدرك أنه يعني فك خلاص نعصي ونتوب وخلصنا يا أخي في وراء مستتبعات مستتبعات وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يوم القيامة مصيء يعني فضائح ناس الله السلام المهم استتري بستر الله توبي إلى الله واسألي ربك المغفرة يقول أبي يطلب مني المال ويقول اذهب اشتري لدخان لا يا أخي لا لا تطعه مع المدارة لاحظ يعني الأب ما يعاند الأب والأم حتى الأمر بمعصية الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ما قال فلا تطعهما بس رفضوا بس لا وصاحبما في الدنيا معروفا وصاحبما في الدنيا معروفا طيب طلقها زوجها من سنتين هل ينزل لها عدة نعم بس العدة بدأت من بعد الطلاق والآن هو طلق بعدين تبدأ الحيضة الأولى ثم طهر ثم الحيضة الثانية ثم طهر ثم الحيضة الثالثة بنهاية آخر يوم آخر بنهاية الحيضة الثالثة إذا انتهت الحيضة الثالثة وطهرات خرجت من العدة هذا إذا كان الطلاق إذا كان الطلاق وهي تحيط أما الصغيرة والكبيرة الطلاق العدة ثلاثة أشهر الحامل عدة ووضع الحمل طيب كان في سؤال سابق المطلقة غير البائن إذا طردها زوجها لأنه ما افترضت تعتد في بيته وذهبت إلى أهلها هل يجوز لها الخروج هل يجوز لها الخروج بما أنه طردها من بيت الزوجية وهو مكان العدة في العدة الطلقة الأولى والثانية وين العدة تقضيها وين تقضي المطلقة عدة الطلقة الرجعية في بيت الزوجية طيب الآن تقول هي طردني أستطيع أخرج وأنا عند أهلي أروح السوق أسقط حقه في الاستئذان عند الخروج فيجوز لأن تخرج بالمعروف طيب في رمضان هذه كان سؤال في رمضان كانت مرضع وقال لها أبوها وزوجها لك رخصة في الإفطار مع يعني لك رخصة في الإفطار مع إطعام مع إطعام عن كل يوم إفطارك في رمضان لأجل الرضاع صحيح ولا حرج عليك فيه وعليك القضاء فقط على الراجح لأن الحامل والمرضع مثل المريض لكن في تفصيل اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرته على أكوال القول الأول عليهم القضاء فقط وهذا مذهب أبي حنيفة وقال بي من الصحابة علي رضي الله عنه وخرص مثل المريض تقضي فقط القول الثاني إن خافت على أنفسهما فعليهما القضاء فقط وإن خافت على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين وهذا مذهب الشافعي وأحمد القول الثالث عليهم الإطعام فقط ولا قضاء وجاء عن بعض الصحابة الراجح أن عليهم القضاء فقط لكن يعني لابد أن نعرف أن بعض العلماء قال قضاء وإطعام وبعض العلماء قال إطعام فقط الراجح أن الحامل والمرضع كالمريض نقول تفصيلا أيضا الحامل والمرضع له محالا أن لا يشق عليهما الصيام ولا يخشى منه على لا تخشى لا على نفسها ولا على ولدها فيجب علي حينئذ الصيام ولا يجوز لا أن تفطر هذا تفصيل مهم في الحامل والمرضع ما ذكرنا مرة الماضية أنه إذا كانت الحامل والمرضع تستطيعاني الصيام بلا ضرر عليهم ولا على الولد ولا على الجنين خراص تصوم مثلها مثل غيرها قد تكون قوية وحملها متيسر وسهل خراص لكن إذا شق بعض الحوامل لا تستطيع تصلي قائمة بعض الحوامل في غثيان دائم بعض الحوامل ضعيفة منها كما طيب إذا خافت على نفسها أو على ولدها وشق عليها الصيام فلها أن تفطر وتقضي فقط تفطر وتقضي فقط طيب وإذا في ضرر لا يجوز الصيام ضرر عليها أو على الولد لا يجوز الصيام فلا يحل الحامل أو المرضع أن تفطر إلا للعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهم قضاء الصوم فإذا الخراصة الحامل لا تخل من حالين الأول أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها فهذه يجب عليها أن تصوم لأنها لا عذر لها في ترك الصيام حال الثانية أن تكون غير متحملة للصيام إما لثقة للحمل عليها أو لضعف جسمها تخشى على جنينها قال لها الأطباء لا تصومي فتفطر وتقضي فقط متى ما استطاعت خرص إذا زال العذر تقضي طيب الآن هل إذا هي أفطرت في أيام الصيف يجوز لها أن تقضي في أيام الشتاء الجواب نعم لأن الله ما اشترط علينا إذا صمنا في الصيف لازم نقضي في الصيف خرص قال فعدة من أيام أخر والحمد لله هذا بالنسبة لتفصيل موضوع تفصيل موضوع الحامل أو المرضع طيب حديث الله من أني أسألك علما نافع وهو ورد في عنده كما ذكر الأخ حديث رواه أحمد وبد الماجة ورواه عن أم سلم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحديث حسنه بن حجر وقاء وصححه الألباني من المعاصرين الهيثم قال عنه رجال وثقات إذا مرة أخرى نص الحديث ما هو لأن ما في معلش نحن نسمع بالأشياء لأول مرة وحين نسمع وننسى وحين نسمع وما نطبق في بعد الفجر دعاء مثلا خلصنا الأذكار يعني في أدعية وردت اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نعم ورد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قلنا حسنه والحافظ من حجر والهيثمي قال رجال وثقات والألباني أيضا صححهم طيب الأخ قال شرح مختصر الروضل الطوفي هذا الشرح يعني شرح متقن من أحسن ما صنف في هذا الفن ولكن صاحبه كان شيعيا منحرفا وقامت البين عليه وحصل له وقوع في أبي بكر وابنتي عائشة رضي الله عنهما فأمر القاضي بضربه وتعزيره هذا مثال على بعض العلماء الذين تحدث عندهم الحرافات عالم ومتقن في التصنيف يعني من جاة الأصول والقواعد بس سبحان الله سبحان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء الرجل في هذه المسألة تأثر بأقوال الرافضة ووقع فيما وقع فيه طيب فإذا قال قائل يعني نستفيد من كتابه نقولي ممكن تستفيد من كتابه لكنك ستحذر من بدعته هذا الطالب طبعا ليس الكلام العامي له شأن آخر طالب العلم استفد من كتابه واحذر من بدعته خراصة استفد من كتابه واحذر من بدعته طيب يقول بعض الناس يعني يستدل بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أنه خراص الصغائر مغفورة مدام ما في كبائر خذ راحتك كيف يا أخي لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى من عصيت الله يقول إن تجتنبوا لازم تحطها في جنب وأنت في جنب آخر بعدين بالله عليكم عندنا نحن الآن خراص يعني عندنا ضمان إن ما سوينوا ولا كبيرة أليس الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة الآية معناها واضح يا معشر المؤمنين إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الشرع نقترافها نكفر عنكم سيئاتكم ونسترها عليكم وفضل الله عز وجل ندخلكم مدخلا كريما ولكن الاستهانة بالصغائر إيش يسويها الإصرار على الصغيرة ماذا تصير كبيرة الإصرار على الصغيرة وبعدين اللي يسوي بنفسية الاستهانة هذا المستهتر يعني خلاص ما رمضان إلى رمضان كفارة خلاص وبعدين بعض الناس يسوي هو يفكرها صغيرة تحسبون وهينا وهو عند الله إيش عظيم وبعدين الواحد ترى ما يضمن عمره يوح يستهم بالصغائر ثم يموت على شيء منها ويبعث على ما مات عليه يصير مصيبة أخرى سجود التلاوة إذا كنت تستمع إلى آية فيها سجدة من مسجل الذي يظهر أنه لا يشرع السجود لذلك وقد نص عدد من العلماء على عدم ذلك أنه إذا سمع آية السجدة المسجلة فلا يشرع له السجود وقد سئل الشيخ عبدالي بزياد رحمه الله إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بأي فيها سجد استلاوة فهل يسجد؟ قال لا يشرع عن المستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ لا يشرع عن المستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذل الحديث على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ المسجل ولذاك الشيخ بن عثمين رحمه الله لما يعني لاطف للسائل لما قال يا شيخ أنا إذا سمعت آية السجدة في المسجل أسجد إيش قال الشيخ قال إذا سجد المسجل أسجد طبعا الشيخ يقصد أن السجدة المشروعة إذا سجد القارئ تسجد أنت إذا ما سجد ما تسجد إذا كنت في حلقة قرآن وقرأ القارئ وسجد أسجد وإذا قرأ القارئ وما سجد لا تسجد طيب قالوا انتهى الوقت انتهى الوقت انتهينا أيها الأخوة والأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويحسن خاتم أنتنا ويتوب علينا ويصلح نياتنا وذرياتنا يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في أحسن حال ويرفع هذه الذلة والغمة عن الأمة اللهم فعل غمة عن الأمة يا رب العالمين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر أدب وأخلاق وحسن تعامل حكم وأحكام وعلم وافر تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر وضحت معالمه لمن طلب الهدى فالنور لاح لكل من هو حائر تهدي إلى الحق المبين بصائر تهدي إلى الحق المبين بصائر